قال إيمانوال مولين رئيس نادي باريس اليوم الجمعة إن نادي الدائنين الرسميين وافق على إلغاء 14 مليار دولار مستحقة على السودان وإعادة هيكلات ما تبقى من 23 مليار دولار مستحقة على الخرطم وحثى مولين الدائنين الآخرين من القطاعين العام والخاص للسودان على تخفيف أعباء البلاد من الديون بنفس الطريقة ترجمة نانسي قنقر